للدنيا أن تحيى البشرى أن تعلن فرحتها الكبرى ببنات يطلعن عليها يحفظن ويرفعن الذكرى للدنيا أن تحيى البشرى أن تعلن فرحتها الكبرى ببنات يطلعن عليها يحفظن ويرفعن الذكرى ترسة التحفيظ وتبقى تسمو بالإيمان وترقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنا أختكم في الله ألاء زتوني البالغة من العمر 12 سنة الحافظة لكتاب الله بدأت حياتي مع القرآن وعمري خمس سنوات بدءا من قصار السور حتى ختمت القرآن وعمري تسع سنوات كنت أحفظ القرآن عندما كنت صغيرة سطر أو سطرين في اليوم لا أكثر حتى في نهاية الأسبوع أكون نصف صفحة أو صفحة كاملة تهدت بالدنيا أجيالة تبطاق بالإيمان لما وهبني الله إياها تمنيت أن تكون من حفظة القرآن وعملت أنا ووالدها على ذلك فكنا منذ أن تعلمت الحرف الأول في لسانها أو منذ أن نطقت الحرف الأول كنا نعلمها قصار الصور آية آية حتى بلغت حفظ كتاب الله عز وجل كاملا وهذا كله من فضل الله وعطائه ومنته هذا ذلك بدأت أشارك في المسابقات الولائية من خمس أحزاب حتى خمسة عشر إلى خمسة عشر حزب حتى ستون حزب وغد ساعدني ذلك على تثبيت حفظي سحفظي وغد نظامها قصار الصور قصار صور بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم قل لك إنك لن تتقي عبائه قضرا قال إلي سألتك عبا ونظر إليك شعوري مع أن أحفظ كتاب الله وأنني كنت فريحة جدا وأنا كنت أصغر فتاة في المسجد ختمت القرآن وقد أصبحت أمشي في الشارع باعتزاز وفخر الفضل أولا أن يرجع لله عز وجل بدد الكوالدي الكريمين حفظهم الله تعالى وجدي الشيخ محمد المشلوش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات ولعب مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذري يوقد من شجرة مباركة من زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضي قرآن لم يحل بينها وبين دراستها في المدرسة أو الدراسة الاعتيادية كما كانت من المتفوقات في حفظ القرآن كذلك كانت من المتفوقات في المدرسة ابتداء من المدرسة الابتدائية ثم الآن هي في المدرسة في المدرسة أو في المتوسطة للدنيا أن تحيى البشرة أن تعلن فرحتها الكبرى ببنات يطلعن عليها يحفظن ويرفعن الذكرى ويقول رسول صلى الله عليه وسلم رب وأبنائكم على ثلاث خصال على حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن هذا شارف العظيم شارف العائلة كامل عائلة الأم من جهة الأم اتحى من جهة الأب اتحى حيث أنها كثير من يفرحش بنته تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى الحمد لله لله الفضل من قبل ومن بعد يقول وعز من قائل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هذا من عطاء الله عز وجل إذ لابد لكل امرأة أو لكل أم والأم مدرسة أم مسلمة أن تتقرب بهذا العمل إلى الله عز وجل أن تجعل أبنائها من الحافظين والعاملين لكتاب الله حتى ينفعوا أنفسهم وينفعوا مجتمعهم وأنا أتمنى أن يكون هذا العمل خالصاً لله وحده لوجهه الكريم وحده وأن يأجرنا عليه في الدنيا والآخرة وما هم إلا هؤلاء الأبناء ما هم إلا أمانة استأمننا الله عليها ويسألنا عنها يوم الدين ويسألنا عنهم الجزاء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة رحوها طيب وطعمها حم أنصح كل طفل في سنين أو دون سنين أن يستثمر وقته في حفظ كتاب الله عز وجل حتى يحفظه الله تعالى ويؤدبه القرآن فالحفظ في الصغر كالنقش عن الحجر رفنا البهجة والصفوى رفنا البهجة والصفوى للدنيا أن تحيا البشرى أن تعرن فرحتها الكبرى ببنات يطلعن عليها يحفظنا ويرفعنا الذكرى تعلمنا فيها الفكرة كيف يكون نبيلا حرا وتعلمنا فيها آيا معجزة وحفظنا الذكرى وتعلمنا فيها الفكرة القرآن هو زاد المسلم فأتمنى أن تكون كل فتاة أو كل شاب في برنامجهم منذ الصغر برنامج لحفظ كتاب الله عز وجل وهذا ينفعهم في الدنيا وفي الأخرى فكل آية يقف عندها حافظها ليعمل بها حتى نرقى إلى الله عز وجل ونكون أشباه الملائكة التي تمشي على الأرض يعني قرآنا يمشي على الأرض كما كان جيل الصحابة رضوان الله عليهم أتمنى أن أصبح طبيبة ربانية مختصة في طب القلب وأن أتخصص في علم القراءة العشر وهدي هذا الحرف إلى جدة راحلة الجهر العزيزي أمنيتي كأمنيت كل أباء أولا أن استمر في هذا التفوق والتخصص في مجال القرآني وأيضا في مجال الدنيوي كأمنيت تحهيات أن تكون طبيبة في اتصاص القلب أمراض القلب فبعدما تحصلت على دواء القلوب الرباني فإنها تعمل على أن تتمكن وتستمر وتتألق حتى تكون طبيبة في مجال تبقى القلوب اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالتالي